اشتركوا في القناة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الإنجاز الرياضي الكبير لمنتخب كرة القدم تجسيد حقيقي لما يحظى به القطاع الرياضي من رعاية واهتمام وترجمة لتوجيهات بتوفير كافة الإمكانات التي تعزز مكانة البحرين على الساحة الرياضية إقليميا وقاريا وعالميا كما هنم علي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس العلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أنه بالأول لرئيس المجلس العلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على هذا الإنجاز الكبير مشيدا بدعم سموهما الواضح للمنتخبات الوطنية وتحفيزه الدائم لها من أجل بلوغ أعلى مراتب الإنجاز في مختلف التظاهرات الرياضية وشار معالي إلى أن فوز المنتخب الوطني ببطولة غرب آسيا يؤكد استعادة الكرة البحرينية مكانتها المتميزة على الساحتين الإقليمية والقارية مبينا أن مكاسب المنتخب لم تقتصر فقط على إحراز اللقب وإنما تجاوزته إلى بناء توليفة جديدة من اللاعبين أصحاب الخبرة والشباب تحضيرا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم ألفين واثنين وعشرين ونهائيات كأس آسيا ألفين وثلاثة وعشرين وأعرب معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عن تقديره الكبير للجهود المتميزة التي بذلها الاتحاد البحريني لكرة القدم في إعداد المنتخب الوطني بصورة متميزة معبرا عن اعتزازه بالمستويات الفنية الكبيرة التي قدمها نجوم المنتخب وتفانيهم في تمثيل المملكة بأفضل صورة ممكنة ترجمة نانسي قنقر